صديقي مشاهد الإقصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا يعني خلال الخمس سنوات الماضية كان لدور قطاع الغاز في مصر على الأخص دور كبير جدا في قيادة العجلة التطور بمنطقة الأمانة وده طبعا بفضل الاكتشافات الكبيرة جدا التي تم اكتشافها مؤخرا هل مصر ستصبح مصدر أو مركز لتصدير الغاز في منطقة البحر المتوسط هل الغاز فعلا هيكون قاطرة أو الوقود لقاطرة التنمية في السنوات المقبلة ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد هنطلع فصل سريع نشوف تقرير حلقتنا ونرجع نبدأ الحوار المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة لهن عكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والذي يساهم في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استراد الزيت الخام والمنتجات البترولية كما أسهم في تنامي صادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة إن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقاتنا النهاردة والحقيقة يعني النهاردة منورنا ومشرفنا في ستوديو الاقتصاد والناس المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة أهلا بحاكم مهندس سيد أهلا بحاكم منورنا أفاكم ربنا أهد لي الله يكرمك طيب نبتدي من بداية الخمس سنوات الماضية هل كان متوقع أنه يكون فيه مثل هذه الكمية من احتياط الغاز في حوض البحر لمد المتوسط؟ لا هو في الحقيقة ده ما كانش متوقع بالنسبة الكبيرة اللي حصلت دلوقتي وخصوصا طبعا أن عندنا حاجز من الضمن الاكتشافات زي حاكله ظهر هو بيمثل النهاردة 40% أو حاجة و40% من قمة الغاز المنتج في مصر ولكن خلينا أقول لحضرتك أن الموضوع ده اللبنة الأولى بتاعته أو الطوبة الأساسية اللي تحطت في البداية أو حجر الأساس اللي تحطت في البداية كان من ترسيم الحدود لأن طبعا إحنا من 2010 من التقرير اللي طلع من المسح الجيولوجي الأمريكي اللي كان مبين أن منطقة شرق المتوسط بتحمل العديد أو الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي يعني بيبان في المسح الجيولوجي طبعا طبعا نقول لحاجة بان من 2010 ولكن نقطة ترسيم الحدود هي اللي كانت غايبة عننا أو ما كانتش موجودة خليني برضا أقول لحضرتك عشان شادة المشاهدين يبقوا عارفين إيه ترسيم الحدود أو عبارة عن إيه كلمة دي لما بتتقال أي دولة من الدول بيبقى لها جزء من المياه بتاعته مياه إقليمية دي اتنين كم كيلو يعني 12 ميل أيوة دي من الساحل بتاعه ومن حد الساحل بتاعه 12 ميل داخل المياه بعد كده لما كل دولة من دول الجواري تاخد الـ 12 ميل بتاعها هتلاقى حضرتك فيه إرية كبيرة في النص تقريبا حوالي 200 ميل الميتين ميل دول المفروض إنهم بيتم تقسيمهم تبقى لإعادة ترسيم الحدود طيب وان سنة النهاردة ما كنتش عامل ترسيم الحدود وكنت جيت أشتغل وخلينا ناخد على المثال المحدد اللي احنا تكلمنا عليه هو حقل زهر أنا عايز أقول لها حاجة بعد الـ 12 ميل بعد الـ 12 ميل بس أقول لها حاجة بقى مفارقة غريبة جدا خير حقل زهر ده بيبعد عن كبروس 160 كيلو متر بيبعد عن مصر 190 كيلو متر يعني إحنا من غير ترسيم الحدود لو كنا اشتغلنا فيه كان بقت فيه منازعات ضخمة جدا وكان هو بقت داخل الحدود الكبروسية مش داخل الحدود المصرية فده اللي أنا عايز أقول لحضرتك أنه طبعا من أبرز العوامل أو عشان دايما بقول لحك أنه ده حجر الأساس أو اللبنة الأولى اللي اتحطت في الطفرة اللي حصلت في الغاز كان هو ترسيم الحدود ونجحت القيادة السياسية أنها تلم على منضادة واحدة مجموعة الدول طبعا لحد النهاردة يعني ما تعملش ترسيم حدود بالكامل لأنه لازال فيه بين مصر وكبرس واليونان فيه لازال إحدى الدول اللي عندها تحفظ على الترسيم ولكن لما الترسيم اتعمل ابتدت الشركات تاخد ثقة لأن النهاردة أنا عايز أقول لحضرتك بالنسبة برضو للشركات الأجنبية أو الشركات العالمية لما بتنزل أنا ما بتفعلهاش فلوس الشركة بتنزل تبتدي تشتغل بتعمل الموباليزيشن بتاعها أو نقل حاجة المعدات اللي هي تشتغل بيها وبعدين بتبتدي تاخد نسبة من الأرباح نتيجة الإنتاج اللي بيطلع من عندها بعد الإنتاج يعني الشركة بتتحمل مخاطر كبير بالضبط ده اللي أنا عايز أقوله فالنهاردة لما تيجي حضرتك تجيب شركة أجنبية عالمية لها اسم كبير وتقوله تعالى اشتغل في الجزء ده بدون ترسيم هو مستحيل هينزل اشتغل ويمكن دي اللي خلى الفترة اللي فاتت كلها ما حصلش أي أعمال في البحر المتوسط ولا في البحر الأحمر نتيجة اني أنا ما عنديش ترسيم حدود مفيش يعني مفيش ما يعني ما يقول ان الجزء ده بتاعي طبع حدود المصرية فينزل اشتغل بأريحية هو عارف ان هو مسؤول من الحدود المصرية أو من الدولة المصرية فترسيم الحدود دي كانت الخطوة الأولى أو حجر الأساس في الطفرة اللي احنا فيها النهاردة لان بعد ترسيم الحدود ما حصلت ابتدت تعاقدات تتم مع الشركات العالمية بأريحية طبعا بقى خلاص لذب وكان على رأس الشركات دي شركة إيني الإيطالية ابتدنا اكتشاف حقل زهر أو الكشف المسحي بقى الكشف المساحي الأول يتم لحد ما تم كشف عن حقل زهر حقل زهر النهاردة لو جينا نبص عليه هنلاقي انه بيبعد عن 190 كيلو متر عن سواحل بورسعيد 190 كيلو متر جوه المياه مسافة دي مسافة كبيرة جدا وعلى عمق 4132 متر من سطح الأرض المنطقة دي اللي هي بتسمى منطقة امتياز شروق اللي طلع منها الغاز من خلال حقل زهر ولم يتم فيهم العمل حتى نفس المساحات ولا أقل أصغر شوية لسه ما فيش معلومات ظهرة صريحة عنهم هو ما بيبانش في الكسف بيبان ان فيه غاز بس بيبان لا لا وبيبان كمية طبعا ولكن يعني قطاع البترول بيتماث بحتة قوية جدا ويمكن برضو دي بصراحة يعني تحسب له ما بيعلنش عن شيء إلا لما بيبقى خلاص قردي طلع منه انتاجه يعني ما بيتكلمش قولي احنا بندرس كذا يعني لما بيطلع الانتاج بيبتدي يعلن عنه ان فيه الابيار دي او الحكول دي فيها كمية قد كذا طب ما عليش سؤال فني تعبنا انا شخصا من زمان يعني هل احنا ما عندناش في قطاع البترول المصري اللي هو عريق جدا وقديم للغاية الامكانيات ان احنا ما نستعينش بشركات اجنبية ونقب ونستخرج الغاز بانفسنا هو خلينا اقول لحضرتك عندنا بس ما كانش ينفع في الوقت اللاحق الوقت السابق لسبب بسيط جدا ان احنا كنت بتعاني كقطاع بترول كنت بتعاني اشد المعاناة في تحقيق الاكتفاء الذاتي انت كنت بتستورد بكميات كبيرة جدا من برا علشان تقدر تعمل الاكتفاء الذاتي وبالتالي النهاردة فيعني خلينا نقول دولة المصرية ما كانتش حمل اي اعباء زيادة وبالتالي كان لازم ان احنا يعني نلجأ ان احنا نشوف حد من زوج الخبرة الشديدة بقى والامكانيات الكبيرة ونقدر حتى نعلم ولادنا ما احنا النهاردة لما الشركة دي بتشتغل ومعاهم مجموعة من المصريين المصريين دي بتستفيد من خبرة الاجاني في الموقتة دي لكن اقول له هياك الفترة اللي جاية ان شاء الله اكيد ده هيتم وهيتم بشكل جديد كمير يعني ده محطوط في الحزبان طبعا اكيد لانه كده يبقى الموارد بتاعتنا وكله طالع لنا ما فيش شراكة مع حد بالضبط لان للاسف احنا في الوضع اللي احنا فيه احنا مشاركين الشركات اللي بتشتغل معا بالضبط لذلك يعني ايه بقى يعني ايه مركز اقليمي يعني ايه مركز في موضوع الغاز يعني هقول لحضرتك مركز اقليمي بمعنى شفت حق الدائرة الرسم الهندسي بتاع الدائرة الدايرة دي ليها ليها سنتر تمام السنتر بوينت ده هو اللي احنا بنقول عليه الجزء الاقليمي بمعنى ان اي كتر هيمر من اي اتجاه في الدائرة لازم يمر بالسنتر ده اللي هو مين اللي هو احنا او او ده تطلعات الدولة ان يكون السنتر ده هو مصر هو ده المركز الاقليمي اللي احنا بندور عليه طيب ايه بقى مميزاتنا ان احنا نوصل لده بالزبط ازاي اقول مصر النهاردة تبقى هي السنتر او هي ايه المميزات اللي تفيد مصر عشان تكون هي السنتر او هي بوابة العبور من الشرق للغرب او من الشمال للجنوب ايه النهاردة احنا عندنا بنية تحتية مش موجودة في دول الشرق اه المتوسط اه زي الانبيب الممتدة انابيب الغاز الممتدة اللي معمولة من حوالي تقريبا دخلت النهاردة في عشرين او اه 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 دي النهاردة انا هقدر استغلها استغلال بشكل غير طبيعي والافيض لده كله من عندي في ايه انا الاول كنت بستخدمها ان انا بصدر من خلالها الغاز صحيح او بستورد من خلالها الغاز لان نهاردة كمان انا هعمل حاجة لطيفة جدا قطاع البترول هيعمل حاجة كويسة جدا ان هو من خلال الانبيب دي هيستغلها في ان هو يسحب الغاز او يستورد الغاز وبعدين يعمل له عملية الاسالة في مصنعين الاسالة اللي مش موجودين اصلا بالضبط وقتكو المصنعين دول مش موجودين في ولا دولة من دول شرق المتوسط وبالتالي فانا هقدر اسحب منهم الغاز بكميته هو الهدف من الاسالة ايه ان انا بصغر الغاز حجم الغاز من خلال التبريد يعني بعمل بضغطه بتبريد شديد جدا يصغر حجمه ستمائة مرة لحد ما اخده اقدر انقله بقى في براميل في شاحنات في صفن بالضبط لما يروح لا اي حاجة لما يروح بقى الاماكن اللي انا عايزة ابتدي اصدر لها يبتدي الغاز يرجع لطبيعته تاني بحجمه الطبيعي تاني في البلد اللي انا دي عملية اخرى عملية صناعية اخرى عملية صناعية اخرى هي عكس العملية اللي انا بعملها بسخنه بقى بالضبط عكس بالضبط كده عكس العملية اللي انا بعملها عندي فالنهاردة مصانع الاسالة اللي معمولة في دومياط ومعمولة في ايدكو دي هتعمل طفرة كبيرة جدا جدا طبعا هي مش معمولة هي مش وليدة الفترة يعني يعني مثلا ما اصنع دميوات ده تأسس سنة 2000 بس ما كانش بيشتغل بطاقة كاملة فاني ما كانش فيه المواير ده اللي تشغلو احنا في الاخر يعني هو الهدف منه نوعه بيعمل إسالة للغاز أو تبريد للغاز عشان يهعلل حجمه فالنهاردة انا ما كانش عندي أصلا كمية الغاز وسنة 2002 2002 عملنا ايدكو اللي هو اصلا ابتدى تشغيل في 2005 وطبعا الاتنين ووقفوا في 2012 لكلة الموارد او لعدم وجود الغاز وابتدى اربعهم تاني للخدمة او تشغيلهم تاني في 2018 ولو بنتكلم عن دميوات تحديدا من سنة بالضبط ابتدت اول شو احنا هي كانت في فبراير 2021 سبحان الله عزيزي سبحان الله وإحنا فبراير بقى فبراير 2021 كانت اول شو احنا تطلع من دميوات دميوات مصمم على انه القدرة بتاعته خمسة مليون طن سنويا ايدكو مصمم اتنين يونت بقى فيه وحدتين مش واحدة واحدة كل يونت بقدرتها لحد ربعمائة طن سنويا يعني الاتنين مع بعض اقدر ياخد منهم تمنمائة طن سنويا وده هل ده ده كمية كويسة كافية لتصنيعه جدا جدا طبعا انا مفهمش في الوضع جدا انا النهاردة لو قدرت اني انا اشغالهم بكامل طاقتهم لا انا اقدر اصدر بقى يعني للقرة العجوز اللي متعطشة دايما للغاز اللي ما عندهاش غاز وخصوصا في ظل الظروف الحالية النهاردة بالتوتر اللي حصل ما بينها وبين روسيا صحيح لانهما معتمدين اعتماد كل على الغاز بتاعهم انه جاي من روسيا صحيح فالنهاردة لا فيه فرصة ذهبية بالنسبة لمصر اني انا اقدر ابتدي اتحرك على نقطة التصدير للقرة العجوز ده يديني طبعا متخلات دولارية هل الغاز اللي انا هسيله وصدره ده الغاز اللي بينتج في الحقول المصرية ولا حطر استورد عشان اصدر ده سؤال قوي جدا وممتاز لسبب لان انا كان نفس اوضح النقطة دي لان ده تساول عند كل الناس سيقولك ايه طب انا النهاردة لما انا عندي فائد طب بتستورده ليه صحيح وانت المفروض خلاص تبطل استراد ده ما عندك فائد لا انا بستورد لاني انا بستفيد جدا من الاستراد اللي انا بعمله انا بستورد غاز بشكله الطبيعي بحجمه الطبيعي بعمله عملية الاسالة ببيعه باربع او خمس اضعاف تماما القيمة مضافة يعني موضوع الاسالة ده بيزود قيمة مضافة على الغاز بالضبط ودخول العملة الاجنبية انما الغاز اللي بيطلع من الحقول احنا بنستعمله وفي جزء منه كمان بصدره في جزء منه بيتصدر اه الهدف ان انا عايز اقوله لحضرتك ان الناس اللي بتسأل احنا ليه بنستورد لأ احنا فيه فرق لما استورد علشان اعمل اكتفاء ذاتي وفيه فرق انه لما استورد علشان ابيعه تاني او اخرجه تاني بشكل كويس وده اللي بيتم حاليا دلوقتي ده اللي بيتم محليا يعني انا بستورد نسبة من الغاز عشان اصدره ونسبة اخرى باستهليها محليا ومنها جزء بيصدر برضا بالضبط هل المصانع شغالة بكامل تقطع حتى الان ولا لسه لأ طبعا يعني بنصدر حوالي قد ايه دلوقتي يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم عن صادرات السنة اللي فيها عشرين وواحد وعشرين احنا مصدرين ستة ونص مليون طن وبرضو ده رقم مش قريب يعني ده رقم كبير جدا مقارنة بعشرين وواحد وعشرين وعشرين احنا عشرين وعشرين كنا مصدرين واحد ونص مليون طن فلما اجي عشرين واحد وعشرين ستة ونص مليون طن لأ ده مؤشر يوريني اتجاهنا ايه وأنا يعني اتوقع كمان ان الفترة الجاية الموضوع هيختلف تماما تماما ليه بقى ايه اللي هيختلف الموضوع خلينا نقول لو شفنا اللي حصل مثلا في مؤتمر ايجيبس اللي كان لسه كنت احسألك فيه بس اقولي اللي كان طبعا تحت لعاية الرئيس وكان بحضور وزير البترول انا عايز اقول لحضاك حاجة يعني انا طبعا شرفت ان انا كنت موجود من ضمن المؤتمر طبعا فعلا ما كانش فيه مكان لقدم حضريتك المؤتمر ده كان عبارة عن 14 دولة مشاركة عبارة عن 15 شركة عالمية من الشركات العالمية من كبيرة تقيلة من كبيرة تقيلة جدا طبعا عبارة عن 450 شركة داخل العرض يعني 450 برتشم من شركات اوروبية واجنبية ومصرية بتعرض منتجات بيترولية الحضور اللي كان حاصل في المؤتمر خلال فترة المؤتمر حاجة غير مسبوكة بالمرة يعني ده يورينا ان لا الفترة الجاية الموضوع هيختلف بشكل جديد يعني في استثمارات كبيرة جدا هتحصل الفترة دي في الفترة القادمة والمؤتمر كان دلالة على الكلام دلالة كبيرة جدا جدا على ده طيب سؤال اخر بقى يعني هل هل احنا بنصدر غاز فقط بشكله بالقيمة المضافة بشكله السائل ولا ما زلنا بنصدر غاز خام لا هو احنا برضو شغالينا على الاتنين يعني في دلوقتي تصدير الغاز الخام وفي تصدير الغاز بعد ما يتعمل له عملية الاسال خلينا اقول لحضرتك ان يعني عنين الدولة المصرية رايحة فين او بصة على ايه او عايزة ايه القارة الاوروبية لان هي اكتر هي اللي محتاجة بالزبط هي اكتر يعني حد هيستوعب من عندنا كميات مهولة جدا من الغاز زائد ان انا هيخليني اطلع المصنعين بتوعي بكامل طاقتهم كويس وده هاي زائد ان هيخليني لي المكانة بقى الكبيرة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها من شوية المحور الاقليمي لتصدير او تبادل الغاز مبين الدول الجوار هل افريقيا ليها نصيب في الموضوع ولا مش محطوطة في الحزبان حاليا خلينا اقول لحضرتك ان افريقيا ممكن يكون ليها النصيب الاكبر بس لو تستغل يعني افريقيا فيها الموارد الكبيرة جدا اللي لو قدرنا نستغلها ويمكن دي من ضمن النقط اللي تكلم عنها الرئيس في الافتتاحية احنا عايزين نخلي الدولة الافريقية سوريا الدول الافريقية او القارة الافريقية تستفيد من مواردها اللي هي النهاردة تكاد تكون معطلة يعني كان شيء مصعف يعني مؤسف للغاية لما حالك تسمع مثلا ان الحد النهاردة فيه خمسين في المية من كارة افريقيا ما عندهاش طاقة صحيح سيان طاقة كهربية او سيان طاقة من خلال الغاز صحيح لما حالك تعرف لحد النهاردة مثلا ان لازال فيه في افريقيا ربعمائة سيدة ربعمائة الف سيدة بتموت سنويا نتيجة استخدام الحطب والخشب لوقود النار عشان الطهي صحيح فدي كارثة صحيح وفي نفس الوقت يعني احنا كمصر لما سيدة الرئيس كان يعني بيتكلم باسمه افريقيا لازم يتم بنية تحتية البنية التحتية دي محتاجة ده جهود دولية ده انش اه لا دولة ما فيش دولة واحدة تقدر تشيل ده يعني بس اقول لحاجة حاجة كان فيه التزام في مؤتمر المناخ ان المفروض ان كل دولة من الدول الاوروبية انها تساعد الدول النامية سنويا بمئة مليار دولار اللي هو ما تحققش منه اي حاجة ده كان من ضمن الاهداف والبنود الاساسية في مؤتمر المناخ صحيح لاني لازالة مصر هتبقى برضو في المركز الابتليم لو بنتكلم على شمال و جنوب بيبقى اوروبا و افريقيا بالمصر طب بمناسبة المناخ هل الغاز الطبيعي فيما يتعلق بالمناخ لان ده موضوع مهم جدا وشائك دوليا هل يعتبر من انواع الطاقة النظيفة ولا مازال يعتبر طاقة احفورية طيب خلينا نقول ان هو انضف الطاقة الاحفورية احسن الوحشين احسن الوحشين لكن وطبعا بالذات الغاز المصري بيتمايز بان هو نقي اكتر كمان من الغاز الروسي هو فيه نوعيات اه طبعا انقى كمان من الغاز الروسي وبالتالي نسبة الامبعاثات بتاعته قليلة لكن هو لازال فيه نسبة امبعاثات فيه نسبة امبعاثات اتجاهنا نحو المناخ في الحتة دي ويمكن برضو دي نوع عنها المهندس طريق المولة وزير البترول هو التبديل او التغيير اللي كان بيتم للمزوت في محطات الكهرباء مثلا المزوت والسولر انه يبدلهم بالغاز الطبيعي الافران والمخابز العادية اللي كانت بتشتغل برضو بالسولر والمزوت النهاردة بيبدلها بالغاز الطبيعي السيارات النهاردة اللي كلها شغالة بالغاز الطبيعي بيمكن هو ادينا برضو يعني رقم محدد في السيارات اللي بقى عندنا 420 الف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي من ضمن انجازات وزارة البترول النهاردة عملت 600 محطة وقود للغاز الطبيعي وفيه 400 تحت الانشاء هينتهوا على نهاية السنة دي يبقى اصبح يبقى عند حضرتك الف محطة وقود للغاز الطبيعي موزعة على جمهورية مصر العربية كل دي حاجات بتقلل الانبعاثات الحرارية كل دي حاجات بتقلل نسبة ثاني اكسيد الكربون وبتقربنا شوية ناحية تغيير المناخ يعني مازال برضو الغاز الطبيعي والتحول الى استخدام الغاز الطبيعي بشكل افضل او اكبر افضل للبيئة من طبعا البترول والغاز الطبيعي من السيارات بالذات نسبتها كبيرة جدا ده ثاني اكسيد الكربون محروبة اللي طالع ده اللي عامل المشكلة في مصانع المصانع والاتجاه الصناعي هل بيعتمد على الغاز اكتر من البترول الاحفوري هو في الفترة في الفترة اللي فاتت الاعتماد الكلي حيبقى على كان على الغاز كان على الغاز ولكن احنا عندنا يعني الدراسات بتتعمل وفرص بتتعمل يعني انا مش عارف ننوح عنها لا لا زي مواضيع البيو جاز مثلا انا النهاردة اقدر من خلال المصنع نفسه بمخلفات المصنع يتعمل لها اعادة تدوير اطلع منها غاز تشغل المصنع بس دي تكلفة على المصنع برضو هي تكلفة على المصنع بس النهاردة بقى فيه فاند ممكن يتاخد علشان تقليل لان ده انت كده بتتاجه برضو نحو الاقتصاد الاخضر فهتقدر تستفيد بالفاند المقدم فبالتالي تقدر يبقى انت بتعمل ايه زي يعني تغزية من المصنع لنفسه يعني المصنع بيغزي نفسه بنفسه وفي نفس الوقت بيتقلل كميات كبيرة جدا من الويست او من الكمامة او من الردش اللي بيبقى طالع من المصانع لقد انا باخد ده استغله ان انا اعمله اعادة تدوير اطلع منه طاقة او اطلع منه بايو جاز البيو جاز انا اقدر اعمل منه حاجتين اقدر ااخد منه غاز واشتغل بيه كغاز ناقي جدا واقدر اشغل الغاز ده ان انا اولد منه كهرباء نتيجة حرقه ان انا اولد منه كهرباء فدي بتتعمل وعليها رعاية قوية جدا جدا من القيادة السياسية في الدولة وان شاء الله تطبق الفترة الجاية باذن الله طب نيجي في نقطة اخرى فيما يتعلق بالغاز اللي هي صناعة البيترو كاميكالز البيترو كاميكالز احنا هل في استثمارات دم في طفرة في انتاج الغاز في مصر هل بدأ يكون في استثمارات وشغل في تصنيع البيترو كاميكالز لان دي برضو قيمة مضافة للغاز بدل تصديره بصورته الخام مصبوط ابتدى بالفعل طبعا يكون لان انا برضو دي كانت من ضمن الحاجات اللي فيها شورتش كبير كانت فيها احتياجات كتيرة مش قادرين برضو نشتغل عليها النهاردة بتوفير الغاز قدرت ان انا اغزي الصناعة دي بشكل كبير قدرت ان انا اقدر استفيد منها النهاردة عكس الوضع القديم لان كان فيه استثمارات بس ضعيفة نسبيا يعني بالزبط لانما دلوقتي بقى فيه يعني ممكن في خلال الخمس ست سنوات القادمة يبقى فيه صناعات بيترو كاميكالز يعني دي قيمة مضافة اخرى طبعا طبعا قيمة مضافة كبيرة جدا بدون شك طب هل عندنا النهاردة عندنا النهاردة وما قريدي شغلها بقى لها فترة كبيرة جدا بقى يادي مصري فعلا اه طب فما عندناش مشكلة في الاستثمار في هذا الجهاز بس فعلا يعني مهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة شرح لنا موضوع الغاز بمنتهى اللباقة الحقيقة وبمنتهى البساطة لانه فعلا فيه تطور كبير جدا حصل خلال الخمس سنوات الماضية ما كانش متوقع وزي ما المهندس سيد كان بيكلم انه ترسيم الحدود والعلاقات السياسية الجيدة للإدارة المصرية او الإدارة السياسية المصرية في الفترة اللي فاتت هي كانت حجر الاساس لبدء انطلاق مشروعات الغاز المختلفة اللي من المتوقع بعد طبعا المؤتمر الاخير زي ما المهندس سيد كان بيكلم انه خلال الخمس سنوات القادمة هيكون فيه طفرة كبيرة جدا في الاستثمارات الموجودة داخل مصر لقطاع الغاز وان شاء الله زي ما كان بيكلم برضو ان مصر تكون السنتر بوينت او المركز الرئيسي لتجارة الغاز في المنطقة نشكره شكر جزيل للغاية المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس